اشتركوا في القناة فيما يتعلق بنهب رسوم الضرائب والجمارك من شحنات الوقود الواصلة الى موانئ الحديدة قال فريق الخبراء ان ميليشيا الحوثي تحصلت خلال ثمانية اشهر من العام الماضي على اكثر من 271 مليار دولار كرسوم ضريبية وجمركية لشحنات الوقود الواصلة الى موانئ الحديدة ومع ذلك لم يصرفوا مرتبات الموظفين وفقا لاتفاقية السوكولم في هذه الحلقة نتناول ما ورد في تقرير فريق الخبراء واناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الستوديو الاعلامي والصحفي عبد الحفيظ الحطامي يحييك معنا في حديث العاشرة سهلا بك اخي الكريم ولكفة مشاهدي القناة نعم نسمح لك قبل ان نبدأ في النقاش نشاهد مشاهدين الكرام سويا هذا التقرير ما ورد في تقرير خبراء مجلس الامن بشأن ميليشيا ايران يكفي لادراجها في صدارة قائمة التنظيمات الارهابية حول العالم لكن المشكلة تتكمن في كون الجانب النظري في واد والاجراءات الدولية العملية في واد آخر يؤكد تقرير الخبراء ان ميليشيا الحوثي مستمرة في قتل المدنيين واختطافهم ونهب الاراضي وطرد السكان من منازلهم موثقا نهب الحوثيين اراضي باكثر من 95 مليار ريال في الحديدة خلال العام الماضي فقط ومقابل سفك الدم ونهب المال يورد التقرير الجوائز التي حصلت عليها الميليشيا فخلال ثمانية اشهر فقط تحصلت الميليشيا على اكثر من 270 مليار ريال كرسوم ضريبية وجمركية لشحنات الوقود الواصلة الى موانئ الحديدة تقرير خبراء مجلس الامن وثق بالارقام والتواريخ شحنات اسلحة استلمتها الميليشيا من ايران بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة مع ايراد التقرير الاممي لجرائم استخدمت فيها الميليشيا تلك الاسلحة متجاوزة للحدود اليمنية لاستهداف منشآت حيوية مدنية في الامارات والمملكة العربية السعودية التقرير الاممي لا يغفل الحال في مناطق سيطرة الميليشيا ومع الاشارة للأوضاع المأساوية التي تسببت بها ميليشيا ايران يؤكد التقرير بشكل صريح ان الميليشيا فرضت ضريبة الخمس على مختلف الانشطات التجارية وابتلعت عبر شبكاتها الخاصة المؤسسات والشركات التجارية لتصبح اسرة الحوثي والمقربون منها المسيطرين على واقع الاقتصاد النهبين لشركات الاتصالات وغيرها من الموارد التي تدر المليارات الى جيوب زعماء عصابة لا يشبعهم كل ما ينهبون التقرير الاممي ورغم كل الوضوح الوارد فيه والاشارة الصريحة للميليشيا باعتبارها المتسبب بالمأساة اليمنية الا انه لا يشير صراحة لانحصار الحل في الحسم مع ميليشيا لن ينفع معها سوى الحسم وان كان البعض قد فهم ذلك ضمنا من ورود العبارة التالية في التقرير وزاد جراءة الحوثيين استعداد المجتمع الدولي الواضح للنزول على مطالبهم شكرا للزملاء الذين عدوا هذا التقرير ابدأ نقاشنا مع ضيفنا في الستيديو عبدالحفيظ الحطامي السيد عبدالحفيظ نتحدث حول ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي لعام الفين واثنين وعشرين في البداية ما هو تعليقك حول التقرير الذي يعني يوثق لجرائم ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بنهب الاراضي وجرائم اخرى ايضا سنتناولها في ثناني الحلقة في الواقع اخي الكريم تقرير الخبراء الامميين التابع لمجلس الامن احتوى هذا التقرير على قرابة 200 صفحة تناولت 99% منها الانتهاكات ميليشيا الحوثية على مختلف الأصعيد السياسية وما يتعلق بالخروقات وايضا فيما يتعلق بعملية النهب والسلب وعملية التنصل من اتفاقيات استيكهولم وغيرها من المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية وايضا ما يتعلق بالانتهاكات التي تطال المواطن اليمني ما يلاحظ بان الفريق الخبراء في تقريرهم لهذا العام او للعام الماضي وهو صدر طبعا في خلال الايام القليلة الماضية يعني تناول تركز على كثير من القضايا اهمها العمليات ما يدور في محافظة الحديدة ركز عليها كثيرا وصراحة يعني ما يحدث في محافظة الحديدة منذ سيطرة ميليشيات الحوتي اشياء يندلها الجبين فيما يتعلق بالجوانب الانسانية ما يتعلق بالجوانب العسكرية ما يتعلق ايضا بالجوانب العسكرية ومن عمليات تصعيد هناك اتفاقيات دولية مبرمة فيما يتعلق بملف الحديدة نعم وكان احد اهم ملفات استوكول ملف الحديدة وبالتالي ميليشيات اخترقت هذه الاتفاقيات عندما انسحبت القوات المشتركة ذهبت هذه الميليشيات الى المناطق التي تم الانسحاب منها وهي مديرية التحيطة والدراهيم وارتكبت جرائم حرب بحق الانسانية علقت وسحلت المدنيين المناوئين لها وبالتالي ايضا اضافة الى عمليات النهب الممنهج للاراضي وبالتالي ركز تقرير الخبراء على هذه النقطة على نقطة الاراضي وايضا على نقطة نهب الارادات اضافة الى النقطة الرئيسية وربما نتحدث عنها بالتفصيل عملية تشكيل الخلايا الحوثية التي اشرف عليها احمد حلس وهذا الشخص ظهر في اكثر من تقرير تنونه للقناة السهيل قرابة 33 تقريرا تلفزيونيا خلال الثلاثة السنوات الماضية فيما يتعلق بعمليات الخلايا التي تم الضبطها من قبل القوات المشتركة ومن قبل خفر السواحل في محافظة الحديدة والساحل الغربي وبالتالي كانت جرائمهم مروعة والتخابر كان واضح وجلي سوى كانت زمنة كما سنتحدث في التفاصيل الخطوط الدولية سوى البحرية عبر البحر العربي أو البحر الأحمر وبالتالي ما يؤكد طبعا دور الإيراني الفاضح والواضح فيما يتعلق بإدارة هذه البليشيات التي تعبث بالمقدرات الشعب اليمنية نعم فيما يتعلق بالحديدة هل هي المرة الأولى التي يتناول فيها فريق الخبراء ما تقوم به المنشي الحوثيين من جرائم وانتهاكات في محافظة الحديدة سواء فيما يتعلق بملف الأراضي أو ما يتعلق بنهب إيرادات الضرائب والجمارك على السفن النفطية الواصلة إلى الحديدة في الواقع أنه لأول مرة تقريبا تم التناول تقرير الخبراء بهذه البساحة الكبيرة التي غط بها ما يحدث من انتهاكات مروعة وصراحة الإعلابيون والحقوقيون في محافظة الحديدة كان لهم قصب السبق في فضح هذه الانتهاكات إضافة صراحة إلى تمرد الإنسان الذي بدأ يشكل مواقف عمليات التصدي للميليشيات في عمليات تنهب أراضيهم كما حدث في منطقة القصرة حدث أيضا في مديرية الزلانيق مديرية بيت الفقي حدث أيضا في باجل حدث في الضحي حدث في المنيرة في المغلاف في المنصورية في المراوعة في شرق مدينة الحديدة في الدوريهمي حدث في المناطق عندما كانت تسيطر الميليشيات على هذه الأراضي وتستبيحها وذكر التقرير وكانت صراحة أكثر دقة فيما يتعلق بالأرقام فهو يتحدث أنه مثلا يعني استولت الميليشيات على أراضي في مديرية بيت الفقي بدعوى أنها ملك للأوقاف التي تسيطر عليه هذه الميليشيات والتي هي عادة ما تنهب أراضي الأوقاف سيوكل في محافظة الحديدة وهي أراضي موثقة في العقود الرسمية بأنها أراضي تابعة للمواطنين وبعضها أرض مشاعة تتعلق بعملية للرعي والاحتطاب نهبتها هذه الميليشيات وصدرتها وتلقينا طبعا ونحن كالصحفيين تناولنا وثائق رسمية وجه فيها زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي بتسريم قرابة مئة ألف فدان من أراضي القصرة لوزير داخلياته ووزير الأوقاف والإرشاد ما يعني يعطي من لا يملك لمن لا يستحق وبالتالي هذه السياسة الصهيونية التي مارستها الميليشيات وزعمتها في عملية نهب ومحاولة هي فقط ليست عملية نهب فقط هي محاولة أيضا ورسالة لمحاولة إدلال أبنات هاما لكن أبنات هاما صراحة كان لهم مواقف إيجابية وكسروا البخاوف وواجهوا بصدور عارية القوات والحاملات العسكرية التي كانت توجهها الميليشيات بالرغم من عمليات السجون التي بنت في منطقة الحسينية وسجنت العشرات من أبناء منطقة القصرة في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام إضافة إلى المعتقلات التي فتحتها في باجل لمن تمردوا عليها ورفضوا تسليم أراضيهم إضافة في مناطق الضحي مناطق الزيدية مناطق المنيرة المغلاف كل هذه المناطق التي تمردت على الميليشيات طبعا الميليشيات في بعض المناطق تمكنت من السيطرة لأنها تملك القوة تملك القوة الغاشمة ليس هناك قانون يردعها ليس لها قيم ولا أخلاق ولا ضمير ولا هوية وطنية راعي مشاعر هؤلاء المواطنين هؤلاء الناس يسكنون في أراضيهم ومناطقهم أبن عن جد وبالتالي تقوم هذه الميليشيات القادمة التي قدم بعض مشرفها لا يملك حذاء قيمة حذاء وكانوا يتناونون الشهف في علب البقوليات وأصبح لهؤلاء المشرفين يعني ثروات طائلة أصبحت لهم أرصدة أصبحت لهم شركات أصبحت لهم عقارات وأحواش كبيرة وفلال ويعني بعضهم صادروها وبعضهم وسيارات يعني أضرب لك مثلا يعني ما يحدث في الحديدة في بداية الانقلاب يعني أبو حلفة وأيضا المشرف السابق لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة كان يوجه رسائل لأصحاب المالكية السيارات أو أصحاب الذين يبيعون السيارات ويجبرهم على تسليم عدد من السيارات لعدد من المشرفين في العديد من المديريات واطلعنا على رسائل وعلى شكاوي من قبل هذه الشخصيات التجارية وهذه الشركات التي فرض عليها أن تدفع سيارات وتم توزيعها تحت مرأة ومسمع يعني كل الجهات في محافظة الحديدة بل حتى على مستوى المطاعم نهبت هذه المطاعم وكان القائد أو المشرف الحوثي يدخل مع ناصره يأكل من هذه المطاعم ويخرج بدون حساب وبالتالي في اعتقادي أن التقرير الخبراء كانت تقريرا نزيها وفيه كثير من النقاط المهمة التي رصدها فيما يتعلق بالأراضي وفيما يتعلق أيضا بعملية إنشاء الخلايا الإرهابية لمحاولة الاغتيالات لمحاولة زراعة المفخخات في طرقات القوات الجيش وأيضا في طرقات المواطنين إضافة إلى استهداف الممرات الدولية اليوم أخي الكريم هناك التقارير أيضا تتحدث عن زراعة الرادارات على مختلف الساحل الغربي وعلى مستوى أيضا عملية حصول الصواريخ من نوع قدس وغيرها من إيران والتي وصلت عبر أحمد حلس هذا الذي يهرب من بندر عباس إلى موانس إذا كانت في الصومال أو تمر عبر خليج عمان وتصل إلى الغيظة وتمر إما على خطوط بحرية في بحرية العرب والبحر الأحمر وصولا إلى هذه الميليشيات ما يحدث من عملية قبض لبعض هذه الأسلحة أحيانا في بعض النقاط التي تحت الحكومة الشرعية يعني يحيز قليل سواء كانت مخدرات أو بعض قطع السلاح سواء الطيران المسير أو غيره لكن هذه ربما فقط للتغطية لكن ما يصل من التهريب عبر البحر الأحمر وغيرها من صراحة من عملية التهريب سواء كان خبراء أو غيره سواء كانت جوا عبر الطائرات الأممية من صنعاء إلى مسقط أو عبر الممرات البرية عن طريق عمان الغيظة المهرة وباتجاه مناطق الطرقات صحراوية تحدثنا مع العديد من المهتمين في هذا الجانب وتحدثوا عن خطوط يعني تمر من المهرة وصولا إلى صحاري الربع الخالي والجوف وبالتالي هذه العمليات كانت تتم تحت مرأة ومسمع المجتمع الدولي لكن صراحة فريق الخبراء الأممي تحدث عن نوعية السلاح المهرب تحدث عن طرق التهريب سواء كانت برا أو بحر وكان التقريب جريئا صراحة على غير العادة ومنصفا فيما يحدث بالانتهاكات أيضا مما أورده التقريب اتهامه بشكل صريح وواضح الميليشيا بالتنصل من انتزاماتها وتعاهداتها وتحويلها مدينة الحديدة وموانئها إلى ميادي لاستعراض القوة بعرض الأسلحة الإيرانية والألغام البحرية دعني قبل هذا الموضوع في موضوع ما يسمي باتفاق استوكولم والتي تم التعارف عليه وكان أحد أهم ملفاته ملف الحديدة فيما يتعلق بإيرادات الحديدة وكان هناك بند بأن إيرادات ميناء الحديدة يجب أن يتم صرف رواتب الموظفين المدنيين من خلال هذه الإيرادات يعني توقع كانت الميليشيا تتحقق بأن هناك تبرر عدم صرفها للرواتب بالحصار ومراقبة السفن وما إلى ذلك اليوم منذ العام الماضي يعني فبراير وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي قرابة 300 مليار ريال يمني هي إيرادات يعني أتى بها بالرقم الدقيق 271 مليار وتس مية وخمسة وثلاثين مليون ريال إيرادات محافظة الحديدة خلال ثمانية أشر من العام الماضي وبالتالي هذه الأموال لم يكن يفترض أن يتم إذاعها إلى البنك المركزي في الحديدة على بل على أقل حتى يصرف للموظفين المدنيين والعسكريين سوى كانوا في الجيش السابق أو غيرهم أو الموظفين المدنيين ويتم إيصالها لهذه الشرائح الكبيرة في محافظة الحديدة إضافة إلى الفقراء والمعوزين يعني ممن مستحقي الضمان الاجتماعي الذي تدفع بعض المنظمات ومع ذلك الميليشيات لم تدفع لا لأصحاب الضمان ولا للموظفين المدني ولا لغيرهم بل نهبت ما تقوم به بعض المنظمات من صرف رواتب الضمان الاجتماعي ورأينا بكاء كثير من النساء والشيوخ أمام مكاتب التحصيل وكان يستلم الواحد سبعة عشر ألف يستلم عشر ألف يالي صادر على سبعة ألف والعكس أحيانا في بعض المناطق بحسب طبعا مخاوف الناس وبالتالي هذه الفريق الخبراء صراحة وضع النقاط على الحروب فيما يتعلق بهذه الانتهاكات لكن اسمح لي إذن سنكمل معك وصل عبد الحفظ لكن نشرك معنا في النقاش الصحفي فؤاد العلوي وحييك معنا في حديث العاشرة يعني هل هي المرة الأولى التي يتناول فيها فريق الخبراء ملف انتهاكات الميليشيا الحوثية المتعلقة بنهب أراضي اليمنين وممتلكاتهم والتقرير سلط جزءا كبيرا فيما يتعلق بنهب الأراضي في محافظة الحديدة في الحقيقة أن موضوع النهب الحوثي للأراضي هو ليس موضوع شائك وهو موضوع نشأ مع ميليشيا الحوثي منذ العام ألفا واربعة حتى اليوم والمعروف أن ميليشيا الحوثي هي نشأت وترعبعت على ريع النهب بشكل عام سواء كان نهب الأراضي أو نهب المرتبات أو نهب الممتلكات المواطنين فهي مشروع نهب بكل ما تعنينا الكلمة الجديد في الأمر أن موضوع نهب الأراضي تحول من مشكلة كانت محلية كان يعاني منها المواطن في المحافظات الخاضعة للميليشيا إلى أن اليوم أصبح قضية انتهاك توثق دوليا وللأمانة فإن لفتة تقرير أو لفتة مخصيق الخبراء لهذا الجانب هي لفتة مهمة جدا وهي ربما أول مرة ترد في تقرير حقوقي قضيةنا في الأراضي ربما لم يكن في وارد توثيق المنظمات وهذا الموضوع مهم جدا يعني الآن تقرير مجلس الأمن لفتت انتباه المنظمات ولفتت انتباهنا جميعا إلى هذه المشكلة المؤرقة ما كشف عنه تقرير مجلس الأمن الدولي أو تقرير فريق الخبراء يعني أظهر حج مفاداحة هذه المشكلة الكبيرة يعني لكن تخيل في عملية واحدة نهب الحوثيون نهب الحوثيون إثم عشر ألف وسبعمائة وأربعة وأربعين كيلو متر مربع في عملية واحدة تحت مسمى أنها أوقاف وهذه حصلت في منطقة الكسرة بعزلة بيت الفقه محافظة الحديدة هذه في عملية واحدة فقه في محافظة الحديدة وتحدثت تقرير عن عملية أخرى أوسع وأكبر لكنه لم يحدد المناطق يعني أوسع من هذه التي حصلت في منطقة الكسرة هذه طبعا قال أن قيمة الأرض التي تم نهبها في منطقة الكسرة 15 مليون وتحدثت تقرير عن أن الحوثيين نهبوا أراضي بقيمة 80 مليار ريال في محافظة الحديدة يعني موضوع نهب الأراضي يعني ما أرده تقرير مجلس الأمن الدولي فعلا يعني لفت انتباهنا إلى مشكلة مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة جدا وهي فعلا يعني فعلا يعني اجتياح ممكن نسميه يعني فاق كل التقديرات وكل التوقعات يعني كنا نتابع وكنا نتوقع أن هذه أراضي بسيطة يعني لكن ما لفت له التقرير يعني فعلا أظهر حجب المشكلة يعني 12 ألف كيلوموت مربع مساحة ليست بسيطة وبالتالي فهذا الموضوع هو موضوع مهم وواجب وفي اعتقادي أن من على المنظمات الحقوقية وعلى الناشطة الحقوقيين وعلى إعلام تسليط الضوء على هذا الموضوع لأن الميليشيا الحوثي هي متجهة وهي شكلت لهذا الجاذب لجان وشكلت له منظومة سمتها المنظومة العدلية قامت يعني حاولت يعني نهب ممتلكات الدولة بمسميات مختلفة من ضمنها أنها أوقاف من ضمنها أنها أملاق دولة يعني مسميات مختلفة وكلها للحصول أو للإستفادة من هذه الأراضي ولتحويلها لصالحها نعم أشار التقرير إلى قيود تفرضها ميليشيا الحوثي على بيع العقارات شرائها نقلها ما هي هذه القيود؟ أود أن أشير إلى النقطة هو أن موضوع الأراضي هو موضوع فيه خاصة في العاصمة صنعاء أو في اليمن بشكل عام هو في إشكالية في موضوع الأراضي يعني هناك إلى الآن لا يوجد إرشيف إرشيف لتوثيق المتلكات إرشيف يعني هو إرشيف محدود كان بدأ قبل 2014 لكنه محدود وانتهى وانتهى توثيق الأراضي والمتلكات بوصول ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء لكن في الحقيقة هذه هي مشكلة أيضا قديمة يعني كانت يعني كثير من أراضي مثلا العاصمة صنعاء كثير من الأراضي فيها هي المتلكة الدولة وبحسب تقرير ربما الجهاز المركزي للإحصاء في 2012 قال أن يعني 30% فقط هو ما يمتلك ما هو ملك المواطنين في العاصمة صنعاء والبقية هي أملك دولة هذا الأمر خلق إشكال أو خلق أو خلق يعني مشاكل جعل مشاكل مشاكل الآن لو لاحظنا مشاكل الأرضي في العاصمة صنعائها مشاكل كبيرة جدا وكل هذا نتيجة غياب التوثي تجد أن شخص يستولي على الأرض ويحاول أن يمثقها ويحاول أنه يعني يحاول شرعنتها فيأتي الشخص بعده ويخرج أو يستخرج ممتلكات وبصائر وكذا فتجد حروب الأراضي ومشاكل الأراضي منتشرة بشكل كبير في العاصمة صنعاء وفي بعض المحافظات اليمنية وهذا يعني مثل بيئة خصبة جدا لمليشيا الحوثي مليشيا الحوثي وجدت في هذا الأمر بيئةها المناسبة وبالتالي سعت منذ اليوم الأول إلى أن تفرض سيطرتها على هذا الجانب بحيث تستفيد من الفوضى الحاصلة وهو ما حصل فعلا يعني حيث شكلت لها منظومة منظومة اسمتها منظومة عدلية قامت من خلالها بفرض القيوج من ضمنها ألغت يعني قامت يعني إلغاء الاعتماد المعتمدين السابقين من مناء الخطوط وغيرهم وفرضت وفرضت كتاب أو مناء خطوط من لديها هي بحيث تستطيع هي تدوير المحررات الرسمية واستخراج المحررات التي التي تمكنها من من الاستيلاء على 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 الأراضي وعلى المتلكات وتجييرها لصالحها وهذا أيضا يأتي ضمن محاولات يعني محاولات ميليشيا الحوثي محاولات توطين هي ميليشيا الحوثي الآن تتوسع في المحافظات ليس لها وجود سواء كان موجود مثلا فكري أو عقائدي أو امتداد عقائدي خاصة في محافظة الحديدة مثلا ليس لها امتداد عقائدي وبالتالي فهي تقوم بنهب ممتلكات الدولة أو نهب أراضي الدولة أو نهب عقارات وممتلكات أراضي الدولة أو أراضي المواطنين وفرض عناصر تابعة لها بحيث تستطيع أن توطن عناصرها وتفرض انتشارها وسيطرتها على هذه المحافظات نعم أشكرك جزيلا الشرك الصحفي فهد العلوي عود إلى ضيفنا في السوديو الصحفي عبد الحفيظ الحطامي أيضا مما أورده التقرير تأكيد التقرير على مواصلة منشة الحوث ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني والقانون الدولي هنا نتحدث عن الجزئية المتعلقة بالشق الإنساني سواء في محافظة الحديدة أو في اليمن بشكل عام طبعا هناك قضايا أخرى فيما يتعلق أيضا بمحافظة الحديدة هي كثيرة وتحتاج إلى حلقة كاملة فيما يتعلق بما أورده التقريس وكان في نهب الأراضي فيما يتعلق بالتنصب من اتفاقية السكهولم فيما يتعلق بالتنصب من اتفاقية ملف الحديدة فيما يتعلق بالإرادات بالزكوات قرابة 45 مليار زكوات تنهبها هذه البليشيات 45 مليار 45 مليار فيما يتعلق بالزكوات فقط في محافظة الحديدة في الحديدة فقط نعم ما بالك بالمحافظات الأخرى توقع أن عملية فرضت حتى على الشاه الواحدة في مديرية بيت الفقيم محافظة الحديدة غنية بثرواتها بثروات الراعي والزراعة وأيضا الاستياد وأيضا إضافة إلى إرادات موانئة الحديدة فهي باعتقادي أن التقرير كان موضوعيا على اعتبار أن محافظة الحديدة تعتبر الشريان الاقتصادي الذي يمد ميليشيات الحوثي بالمال والسلاح بالمال المهرب أو بالمال من خلال الإرادات وأيضا بالسلاح من خلال تهريب الأسلحة الإيرانية إضافة إلى حتى تهريب الخبراء الإيرانيين إلى محافظة الحديدة ومحافظة الحديدة يتركز فيها الخبراء الإيرانيون وهذا ليست معلومات نقولها جزافا هناك مصادر متحوثة تتحدث حتى عن بعض الأسماء والشخصيات طبعا يمنع التعامل معهم بشكل مباشر إلا من ذوي السلالة أو ممن هم مقربين من قيادة ميليشيات الحوثي في صنعها وبالتالي فيما يتعلق بعمليات الانتهاكات التي وردت في سؤالك التقرير ركز على كثير من الانتهاكات وفيما يتعلق بقضايا الألغام والمحافظة الحديدة تعتبر أيضا من المحافظات المنكوبة بالألغام صراحة ويعني قرابة ربع مليون في البر والبحر نعم في البر والبحر واستعلى الأسف الشديد قرابة ربع مليون لغم زرعت في مختلف أرجاء محافظة الحديدة والمحافظة المجاورة لكن توقع أن ميليشيات الحوثي لم تعد حتى تأبى بالتقارير الدولية ولا حتى بالمعاهدات الدولية ولا بالقوانين الدولية ولا بالاتفاقيات الدولية رمت بكل ذلك في عرض البحر الأحمر وذهبت تستعرض بهذه الألغام التي تستهدف الممرات الدولية وتستهدف الصيادين العشرات من الصيادين قتلوا والمئات من الصيادين قتلوا وجرحا في سواحل الحديدة جراء استبرار تفجر هذه الألغام ابتداء من المخى عندما كانت تسيطر على المخى الميليشيات ووصولا إلى قرب مناطق ميدي هذه المناطق مفخخة برا وبحرا من قبل هذه الميليشيات وهذه السياسة الإيرانية فيما يتعلق بإغراق مناطق النزاع بالألغام كما كانت تستخدمها الإيران في حربها ضد العراق القرن الماضي فركز التقريع على هذا الموضوع ركز التقريع على عملية نهب الدعم الذي يتوجه للمواطنين وتسبب واتهمت تقريبا أن ميليشيات الحودي تسببت في إيقاف الكثير من المساعدات الإنسانية والميليشيات ترى أن أي منظمة لا تخضع للمنظمات التي استنسختها الميليشيات والتعاون معها وتكون تحت إشرافها وتصرف لعناصرها أو يحول بعضها إلى السوق بل وجدت بعض المنظمات الأممية وشعاراتها المتحدة تباع في بعض الأسواق التجارب فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية سوى كانت غذائية أو كانت حتى ملابس أو غيرها من متطلبات الأسرة النازحة أو من متطلبات الأسرة الفقيرة تباع ووجدت في مدينة الحديدة وفي مدينة إيب وفي دمار وفي العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وركز التقرير للأسف الشديد لهذه المنظمات إذا لم تصرف على ضو المسار التي تخطه منظمات الحوثيين المستنسخة وإلا يتم إيقاف ورفض قبول هذه المساعدات على اعتبر أنها من العدو الصهيو أمريكي كما تقول الإنسان اسمح لأستاذ عبد الحفيظ نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة من برنامج حديث العاشرة نتناول فيها ما أورده تقرير فريق الخبراء تابع لمجلس الأمن الدولي للعام 2022 أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نتناول في هذه الحلقة ما أورده تقرير فريق الخبراء تابع لمجلس الأمن الدولي للعام 2022 وضيف حلقتنا الصحفي عبد الحفيظ الحطام يحييك من جديد أيضا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة ذكر التقرير أيضا خطوط الإمداد والتهريب الأسلحة الإيرانية التي تصل إلى الميليشيا الحوثية ذكر شخصيات ضالعة في التهريب وهي مرتبطة بإيران أحمد حلس محمد بشارة هذا الشخص الذي أشرف على عمليات التهريب أيضا نتسأل هل هي المرة الأولى التي يتناول فيها موضوع التهريب الأسلحة وما يتعلق بإيران وإمدادها ميليشيا الحوثي بالأسلحة في اعتقادي بشكل واضح التقرير هذا كان أكثر جرأة فيما يتعلق بقضية عملية التهريب وأشار إليها بشكل مفصل ذكر فيها أورد اسم فيها المدعو أحمد حلس محمد بشارة وهو أحد المتهمين الدوليين فيما يتعلق بعملية التهريب الأسلحة وهو شخص تربى هناك في إيران تستخدمه إيران لصناعة الخلايا وهو مشرف الميليشيات الحوثي على عمليات التهريب البحري صراحة نحن في تقارير في قناة سهيل يعني قرابة كبادة كتلك سبع العشرات من التقارير تناولناها فيما يتعلق بعملية الخلايا من خلال التصوير التي قامت به القوات المشتركة واستعنا بالفيديوهات التي نشرتها القوات المشتركة وردت أسماء وردناها حينها في تلك التقارير وفي اعترافات هذه الخلايا وتتبعت إحدى هذه التقارير حينها ونعد التقارير الصحفية في السنوات الماضية وآخرها كان الأسبوع الماضية تقريبا لبعض هذه العناظر التي لا تزال معتقلة لداء القوات الجيش في الساحل الغربي يعني تحدثوا بأن تم تجريدهم من قبل ميليشيات الحوثي وبأن أحمد حلس كان يشرف على عملية تهريبهم وعملية تهريب الأسلحة عموما من ميناء بندر سليمان إيران مرورا بخليج عمان بندر عباس بندر عباس ومرورا بخليج عمان ووصولا إلى البحر العربي وخطوط أيضا تتفرع باتجاه يعني باب المندب وصولا إلى البحر الأحمر هذه المناطق وهذه الممرات البحرية كانت تصل لمناطق سيطرة الميليشيات في السواحل الحديدة والتي توسعت بعد انسحاب القوات المشتركة إضافة التقريد صراحة تطرق بشفافية فيما يتعلق بعملية التهريب أنا كنت أتسأل يعني كيف يتم عملية تهريب المخدرات وبعض قطع الطائرات المسيرة التي يتم القبض عليها سواء كانت في محافظة الجوف عندما كانت محافظة الجوف تحت سيطرة الحكومة الشرعية وأيضا كيف يتم وأيضا حتى في النقاط يعني مأرب صنعاء وكانت القوات الأمن في مأرب ضبطت العديد من العشرات من عمليات محاولة التهريب سواء كانت أسلحة شخصية وذكر حتى نوعية السلاح بعضها قطع صواريخ قدس وهذه الصواريخ من ضمنها الصواريخ التي تم استهداف بها المملكة الشقة في المملكة العربية السعودية وأيضا قطع الطائرات المسيرة كانت تأتي عبر البرو عبر خطوط كثيرة بعضها خطوط صحراوية لا تمر عبر نقاط أمنية تمر من العمان باتجاه المهرة الغيظة مرورا بالصحاري المترامية الأطراف وصولا الربع الخالي تجاه الجوف ووصولا إلى صنام والبعض ما تعثر منها وكذا يتم ضبطه أحيانا في الخطوط التي تمر بها عناصر وخلايا الإرهاب سواء كان في مناطق العبر أو مناطق سيئون أو غيرها المناطق التي تتمكن القوات المنطقة الأولى وأيضا قوات الأن في محافظة مارف في هذه النقاط من ضبط العشرات من عملية التريب سواء كانت أسلحة أو مخدرات لكن التقرير أوقد تفاصيل كثيرة صراحة في عملية التهريب وقال أن بعض عملية التهريب حتى بعض قطاع الصواريخ وبعض قطاع المسيرات وأيضا حتى بعض الخبراء الإيرانيين تتم عبر طائرات أممية وعبر طائرات من صنعاء إلى مسقط وأشر إلى هذه بشكل صريح وأشر أيضا إلى مناطق خطوط برية وخطوط بحرية وأشر إلى حجم ما تقوم به الميليشيات من عملية التدريب وتأهيل لخلايا يتم استقطابها من المحيط من محافظة الحديدة ويتم تجريدهم عبر مشرفين وإيصالهم إلى صنعاء وإخضاعهم يعني أنا سمعت اعترافة هذا العناصر من خلال أفلام يعني سربتها القوات المشتركة يعني يتحدث عنه عملت لهم دورات ثقافية في منطقة الحجيلة بالحديدة ثم لمدة شهرين ثم تم نقله إلى صنعاء وربطهم بشخصيات كبيرة في صنعاء ثم تم إيصال يعني إجراء مقابلات مع شخصيات إيرانية والإيرانيين يعني أفصحوا يعني في حديثهم عن كيفية التهريب في البحر وكيفية أيضا حتى أعطوهم بعض الكلمات الإيرانية عندما يذهبون إلى إيران وبعض كان معهم مترجمين وصلوا إلى بندر عباس من خلال العديد من هذه الخلايا ومن ضمن هذه الخلايا الخلية التي ضبطت في 2019 وضبطتها القوات الأمريكية في عرض البحر الأحمر وهي الصور المشهورة في السفينة التي ظهرت وبها كميات مهولة من الصواريخ الكتف أو الأسلحة الرشاشة أو الأسلحة المتوسطة والخفيفة كل هذه طبعا إيران تقف خلف كل هذه الجرائب وبالتالي في اعتقادي بأن إيران متورط مباشر فيما يتعلق بالقضية اليمنية وهي المسؤولة عن ما يحدث من دمار يومي ومن قتل يومي في محافظة الحديدة وبقية المحافظات وهي المسؤولة عن عملية تطوير الصواريخ واستهدافها الأشقة في المملكة العربية السعودية وهي أيضا التي تقف يعني خلف هندسة وصناعة المتفجرات وصناعة الألغام الكبيرة سواء كانت البرية والبحرية هذه تقلية هؤلاء الناس لا يجدون شيء هؤلاء الناس معظم أميون هؤلاء يخضعون طبعا لتحت إشراف خبراء إيرانيين سواء كان في محافظة الحديدة أو في المحافظات التي لا تزل تحت سيطرة الميليشي نعم جرائم أخرى أيضا أشار إليها التقرير وأيضا ما الجرائم أو من انتهاكها التي ربما يعني لم يشير إليها التقرير هناك تقارير كثيرة طبعا تقارير الألغام أشار إليها بشكل مبسط لكن في اعتقادي أن الألغام الجرائم الأولى التي تضع إليها بشكل مبسط يعني شكل مختص لكن من خلال إذا ما طبغنا ما يحدث في محافظة الحديدة القتل بشكل يومي يتم قتل الناس بشكل يومي بهذه الألغام الألغام تقتل الناس بشكل يومي في محافظة الحديدة تقتل الرعاة تقتل الصيادين تقتل المزارعين تقتل المدنيين وهم يتنقلون من مديريات إلى أخرى تقتل حتى الماشية والجمال والأبقار نفقت المئات من المواشي جراء هذه الألغام إضافة إلى الألغام البحرية الميليشيات لم تعد تختش وصراحة صمت المجتمع الدولي وصمت البعثة الأممية إذا كل هذه الانتهاكات يعني يعني شجع الميليشيات إلى أنها يعني تمارس انتهاكات بشكل علني مثل تجنيد الأطفال طبعا والتغيير الشر إلى موضوع تجنيد الأطفال هناك العشرات والآلاف من المجندين من الأطفال في بعضهم لا يزال في المعارك حتى بعض النسوان يعني تم الزج بهم في بعض الجبهات ومن ضمنها جبهات مأرب ولدينا صور ووثاق تؤكد يعني بأن هناك نساء تم الزج بهم في مناطق الاقتتال في خطوط التمس في جبهات مأرب إضافة إلى ما يتعلق بعمليات النهب والسلب فيما يتعلق بعملية التمرد على القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق أيضا بعمليات استهداف المناهج الدراسية وإيجاد يعني محاولة طعن الهوية الوطنية اليمنية واستبدالها بالهوية الإيرانية هناك ممارسات صراحة عندما نتحدث مع الكثير من أبناء محافظة الحديدة أشياء يندلها الجميع توقع على سبيل المثال من باب السخرية من هؤلاء إلى أين وصلوا في عملية محاولة تغييب المجتمع وسرقة الهوية الوطنية أن تذهب النساء الزينبيات إلى البيوت وإلى بعض التجمعات النسائية ويتحدث فيما يتعلق بقضية الإفطار في رمضان بأنه ما ورد الإفطار عند أدان المغرب ولكن يفترض أنه تستمر إلى نصف ساعة وبعد ذلك عندما تغييب الشام كلية ودخلهم بشكل مباشر يبدأ عملية الإفطار إضافة إلى عملية السربلة والضم في الصلاة يعني إلى درجة تفصيلية لم يحدث في التاريخ اليمني أن حدث مثل هذه العربدة ولا في عهد المنصور مثل هذه العربدة لا في عهد المنصور ولا في عهد اليوم يحيى ولا في عهد اليوم أحمد ولا في قبلهم حتى من الرسي وغيرهم لم يمارسوا كل هذه الجرائم بهذه الطريقة المروعة والمكشوفة التي يشهد للأسف شديد يعني العالم والمجتمع المحلي والإقليم والدولي من جرائم وحشية التقريب تطرق إلى عملية سحل مشايخ قبليين التقريب تطرق أيضا إلى عملية السجون وما يدور فيها من عملية تعديم التقريب تطرق أيضا لعملية إعلاميين وأيضا أصحاب الرأي والمناهضين للميليشيات التقريب كان شاملا في اعتقادي وتناول العديد من القضايا لكن السؤال يبقى هنا يعني توقع أن هذا التقرير تناول أن هذه الانتهاكات مارستها الحكومة الشرعية لكان لن تفضت المنظمات الحقوقية وانتفض المجتمع الدولي ولكن للأسف الشديد يعني حتى على المستوى الحكومة الشرعية يعني لا يوجد حتى هذه اللحظة تفاعلا يعني على الأقل بمخرجات هذا التقريب من قبل الحكومة الشرعية وبحسب تعبير الكثير من البراقبين تحدثوا المادة لو أن هذا التقريب كان بيد الميليشيات كانت لتحدى يعني لعملت زوبعة كبيرة وعملت منها منظمات وبيانات ولكن حتى هذه اللحظة يعني صراحة لا يوجد توظيف لا من قبل وسائل الإعلام للحكومة الشرعية ولا من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بالمجلس الرئاسي وما إلى ذلك كان يفترض أن تبدأ تقارير ويبدأ اتصالات وتبنى عليها مواقف من قبل الحكومة الشرعية لكن للأسف الشديد توقع إلى أن وصلت بعض الأمور التقارير يعني التقرير الخبراء يعني ركزت تسعة وتسعين في المئة على ما يحدث من انتهاكات من قبل الميليشيات وركزت تقريبا في واحد في المئة مما يحدث في الطرف الآخر في الحكومة الشرعية وللأسف أطراف في داخل الحكومة الشرعية يعني تقاطع فيما يتعلق بالواحد في المئة في اتهامات متبادرة بينما تناسو بأن تسعة وتسع وتسعين تسع وتسعين من تقرير الخبراء التناول الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وحتى هذه لحظة لا يقدر لا موقف رسمي ولا موقف حقوقي والحقوقيين في الحكومة الشرعية للجهة الدولية لمحاكمة قيادة ميليشيات الحوثي باعتبارها مجرمي عرب إذن اسمحين نشرك معنا في النقاش وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمد قيزان وحييك دكتور محمد معنا في حديث العاشرة نتناول في هذه الحلقة ما ورد في تقرير فريق الخبراء تابع لمجلس الأمن العام 2022 والذي أورد جرائم وانتهاكات جمة مارستها الميليشيا الحوثية خلال العام 2022 دكتور أليس التجاهل الأممي للجرائم الميليشيا هو من شجعها على للسمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم مرحبا أخي عدنان شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين حقيقة ما أكده فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن في تقريره السنوي للعام 2022 من انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتعلقة بنهب أراضي اليمنيين وممتلكاتهم الخاصة ليس بجدي وإنما صلط الضوء مجددا على هذه المأساة وهذه الجرائم التي تتم تحت سمع ونظر المجتمع الدولي للأسف لم يتخذ خطوات عملية رادعة عدى بيانات الاستنكار والشيب التي لم تلتفت لها ميليشيات الحوثي بل زادت من ضراوة عدوانها على المواطنين الأبرياء في كل المحافظات التي تستولي عليها بما فيها العاصمة صنعاء كما تعرف أخي ويعرف المشاهد الكريم أنه منذ الانقلاب المشؤوم على مؤسسات الدولة في 2014 احتلت ميليشيات الحوثي مؤسسات الدولة ونهبت الاحتياطي في البنك المركزي الذي يزيد عن 5 مليار دولار واستولت على مؤسسات الدولة الإرادية ونهبت أرصدتها ثم اتجهت بعد ذلك للاستيلاء على أموال المواطنين ومؤسساتهم الخاصة تحت ذريعة تأييدهم للعدوان وما زالت حتى هذه اللحظة تسرق أراضي وبيوت وممتلكات الناس ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وفي مقدمتهم قناة سهيل تتحدث يوميا عن معاناة المواطنين وصراقهم وشكائهم سواء في صنعاء أو في إب أو في تعز أو في ذمار أو غيرها من المحافظات نعم بحسب توصيات فريق الخبراء هل يتوقع أن يفرض مجلس الأمن العقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي الذين يقومون بكل هذه الجرائم سواء فيما يتعلق بجرائم نهب الأراضي أو جرائم المتعلقة بالشق الإنساني أو الجرائم المتعلقة بعمليات النهب وعمليات السرقة لأموال الضرائب والجمارك وغيرها أيضا بالنسبة لسؤالك حول فرض مجلس الأمن العقوبات يعني بناء على التقرير هذا الذي نشر أنا أقول هذا التقرير الأممي ليس الأول ولن يكون الأخير في سلسلة إيضاح جرائم ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني والمواطنين الأبرياء فقد صدرت عدة تقارير لمنظمات محلية ودولية ونشرت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء اليمن وقدم المبعوثين الدوليين إلى اليمن عدة إحاطات إلى مجلس الأمن تبين سرقة الميليشيات لمرتبات الموظفين ونهب حقوقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة مع الأسف لم نرى موقفا صارم ورادع من قبل مجلس الأمن والدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان للضغط على هذه الميليشيات لتتوقف عن جرائمها صحيح قد يقول قائل هنا قرارات صدرت عن مجلس الأمن ضد قيادات حوثية ولكن الأهم ماذا يرى بعد ذلك هل ارتدعت هذه الميليشيات أم نرى أن قيادتها ازدادت عدوانا وبطشا بحق اليمنين وكأن هذه القرارات الأممية لا تعنيها أنا أتوقع بعد هذا القرار ستزداد الإدانات الأممية وربما تدرك عدد آخر من قيادات الميليشيات الحوثية على قوائم عقوباتها ولكنها مع الأسف غير ذات جدوى وغير فاعلة على الأرض وأصبح لسان الواطن اليمني البسيط يقول إن جرائم الميليشيات الحوثية تتم برعاية وتأييد المجتمع الدولي شكرا جزيلا للدكتور محمد قيزان وكيل وزارة الإعلام وأعود إلى ضيفنا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي أستاذ عبد الحفيظ أيضا يعني برأيك ما أورده التقرير يعني وفق ما يأمل كثيرون من فريق الخبراء وهي مهمة منوطة بهذا الفريق يعني بعد كل ما أورد هل يمكن أن نتوقع أن يتعاطى مجلس الأمن الدولي بإيجابية مع هذا تقرير أن يفرض عقوبات على الميليشيات الحوثية أن يشدد الخناق على هذه الميليشيات بوسائل شتاء في الواقع هذه إدانة موثقة أمميا ويفترض المجلس الأمن وهذه الطبع هذه اللقلة الخبراء هم عيون مجلس الأمن في مناطق النزاع ويفترض على مجلس الأمن أن يتخذ مواقف حازمة فيما يتعلق بهذا الجانب وأيضا إذا لم تخدم نفسك في الحكومة الشرعية يفترض أن يكون لها دور فيما يتعلق بهذا التقرير وتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة مسار المعلوم هذا التقرير يعتبر توثيق أممي لهذه الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات بحق الشعب اليمني ويفترض على الحكومة الشرعية أن توجد لجنة حقوقية خاصة لمتابعة ما ورد في هذا التقرير والتقدم بملفات للعدالة الدولية والعدالة أيضا المحلية والإقليمية فيما يتعلق أن هذه جرائم حرب تعتبر وبالتالي يفترض وبحسب تعبير الدكتور عبد القادر الجنيد يعني تقرير الخبراء كان مركز صراحة لصالح الحكومة الشرعية لأن صحيح أن التقرير أغفل العديد من الانتهاكات التي مارستها الميليشيات لكن مقارنة بالتقارير السابقة مقارنة بتقارير منظمات أخرى غير حيادية ومقارنة بكل المواقف صراحة لجنة الخبراء كانت عند الموقف الأخلاقي والقيمي والقانوني والإنساني فيما يتعلق برصدها في هذه الانتهاكات لكن قوة الحق التي منحها التقرير للحكومة الشرعية يعني حق بيت ضعيف يعني الحكومة الشرعية لم تتعاطى حتى هذه اللحظة مع التقيم بشكل جدي فيما يتعلق بهذا الجانب بحسب تعبير طبعا الدكتور عبد القادر الجنيد ولكنه حق قال بيت ضعيف الهمة ونقص الإرادة وقليل الحيلة هذا ما قاله الدكتور عبد القادر الجنيد تعليقا على هذا التقرير يعني يفترض يعني أن التقرير بهذا التوثيق الأممي بهذا التوثيق الدولي يفترض أن تتعاطى معه الحكومة الشرعية القيادة للرئاسة بشكل جدي وبحيث أن تتخاطى مع المجتمع الدولي المجتمع الدولي لا يمكن أن يقدم لك أي خدمة مجانية لا بد يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى مواقف يحتاج إلى بيانات يحتاج إلى لقان تدرس على ما ورد في هذه التقارير وتوثيق ما لم يتم ذكره أيضا من عمليات الانتهاكات المروعة التي هناك تفاصيل مروعة صراحة فيما يتعلق بالسجينات فيما يتعلق بالمختطفين فيما يتعلق بالسجناء فيما يتعلق بعمليات إزهاق الأنفسي بتحت التعديد فيما يتعلق بعمليات صب الأسيط على الأجساد ببعض الأسر من أبناء القوات الجيش وغيرها من العمليات الفاشية والإجرامية التي مارستها الميليشيات سواء كان حتى على مستوى المشاق القبليين الذين في الأخير سحلتهم في العديد من القبائل محاولة أيضا الميليشيات يعني عملية ممارسة سياسة القهر سياسة التعديد سياسة أيضا إيجاد هوية مناهضة ومناقضة للهوية الوطنية قضايا تتعلق بعملية تغيير المناهج الدراسية وكانت هناك منظمات دولية تسعى أيضا لطباعة المناهج الواقعة التي تستهدف الهوية اليمنية وطبعا أشياء مثلها من هذه النقاط وغيرها من الانتهاكات يفترض أن تضم مع ما أورده تقرير الخبراء الأمميين ويتم إيصال هذه التقارير إلى الجهات المعنية لمحاولة الوقوف مع الشعب اليمني الذي يتجرع مهارة هذه الميليشيات خلال ثمان إلى تس سنوات من عمليات القتل من عمليات التدمير من عمليات النهب من عمليات القتل من عمليات التصفيات من عمليات تدمير الدولة من عمليات نهب كل ما له علاقة بالحياة والأرض والإنسان نعم إلى أي مدى يمكن القول أنه سيضع هذا التقرير ربما حدا بهذه الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية يعني هل سترعوي الميليشيات الحوثية عن غيها عن جرائمها عن انتهاكاتها بعد هذا التقرير في اعتقالي سبق طبعا لتقارير مماثلة وتصريحات أممية وما إلى ذلك لكن للأسفة الشديد حتى تقارير البعثة الأممية لم تكن بهذا المستوى لكن أشاهد بأن الميليشيات يعني يعني هي موجهة من قبل إيران بالريموت كنترول من طهران وبالتالي هي تنفذ أجندات إيرانية وبالتالي لا تزلعني حتى يعني هي تتباهى بعمليات يعني امتلاكها للأسلحة تتباهى بعمليات زراعة الألغام تتباهى بتجنيد الأطفال بل تنشر كل ذلك في وسائل إعلامهم ما رأينا يعني توقع الألغام البحرية إلا في استعراض العسكري الذي قامته في الحديدة لم نرى الأطفال إلا في عملية الصور التي تنشرها وسائل الإعلام كمنشورات لهؤلاء الأطفال الذين إضافة إلى صلع منهم أبطال وهم يقاتلون في الجبهات يعني فقط لو عاد الخبراء الدوليين فقط لوسائل الإعلام التي تنشرها الميليشيات عن أنشطتها العسكرية وعن يعني عن ترياتها لو وقدوا أشياء اعترافات مهولة فيما يتعلق بهذا الجانب لكن في اعتقادي بأن التقرير التقرير مصف وتقرير موضوعي ومهني وقيمي وإنساني لكن يحتاج أن يتم توظيفه في إطار خنق هذه الميليشيات التي خنقت الشعب اليمني في محاولة أيضا لمحاصرة هذه الميليشيات أيضا لإنهاء الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة اليمنية واستعادة الحكومة الشرعية وإعادة الشراكة الوطنية وإيقاف هذه العملية الإرهابية التي تمارسها الميليشيات بحق اليمنيين نعم وما يأمله اليمنيون أن يتم التعاطي مع هذا التقرير من المجتمع الدولي ومن المجلس الأمن بإيجابية وبالتالي فرض عقوبات على قيادات هذه الميليشيات إنقلاب هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية أشكرك في نهاية الحلقة الصحفي عبد الحفيظ الحطامي الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج حديث العاشرة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة